طيب قبل ما اتكلم عن الاصابات بالتفصيل خلينا اقول له حضراتكم كمان ان الاهلي خد قرار مهم جدا باستحاب الشيف الدالي في رحلة النيجر وده امر مهم جدا هو يكون الرجل المسؤول عن اعداد واجبات الفطار والغداء والعشاء بالنسبة ليه البعثة بالكامل وده امر غاية في الاهمية تحديدا في الظروف الحالية بخصوص فيروس كورونا وما شابه ذلك وكمان ده امر معتاد دايما بيكون متواجد في الجحلات الافريقية الصعبة كمان تحديدا الشيف محمد الدالي وان شاء الله باذن الله دوره دايما بيكون مهم مع الفرقة فيما يتعلق بالاصابات احنا عندنا بعض المصابين في فرقة الاهلي اصابات مختلفة لكن هتكلم مع حضراتكم بتفاصيل اكتر بخصوص هذه الاصابات انا عايز ابتدي به وليد سليمان وليد سليمان عنده زي الام في الرجبة والتهابات كده في الرجبة فبالتالي مقدرش ان هو يسافر مع البعثة النيجر لكن هيشارك بشكل طبيعي جدا مع الفرقة فور عودتهم باذن الله سالمين من هذه الرحلة هيشارك في تدريبات بشكل طبيعي وحيكون متاح لجهاز الفني في مختلف المبرهات نفس الحال بالنسبة لمروان محسن مروان محسن عنده برضو التهابات في الرجبة الامر بسيط جدا ما فيش مشكلة خالص ايضا هيشارك في التدريبات عقب عودة البعثة ايضا هيشارك في التدريبات الجمعية بالشكل طبيعي جدا لكن تعال بقى نتكلم عن ناصر ماهر وناصر ماهر كان تم الاعلان عن اصابته مؤخرا الاصابة اللي اتعرض لها في مورات المقصة اولى جوالات الاهلي في بطولة الدوري وهي اصابة كانت عبارة عن خلع في الكتف هي جات له قبل كده الاصابة مع المنتخب الاولمبي لو تفتكروا في بطولة الامر افريقية للشباب فبالتالي او للمنتخب الاولمبي تحديدا فبالتالي ما عملش جراح او عمل تثبيت وتأهيل وشارك لكن كان معروف انه معرض انه هو يتصاب نفس الاصابة مرة تانية وده اللي حصل فبالتالي كان فيه قرار او كان فيه اتجاه مش عايز اقول قرار اتجاه ان يبقى فيه برضو تثبيت بالنسبة لناصر ماهر عشان تقدر تستفاد منه في المورات الجاهية تثبيت وتأهيل وبرامج علاجية فكانت المدة المعلنة تات اربع اسابيع لو كان حياخد نفس الاتجاه ده لكن في الحقيقة كابتل محمود الخطيب يعني كان قرر وقال يا جماعة احنا عايزين يشوف حالة ناصر ماهر بالزبط ويشوف الافضل بالنسبة لللاعب ويتعمل وكان الافضل في الحقيقة ان يكون فيه تدخل جراحي ونفس الرأي كان عند ناصر ماهر عشان يتخلص من هذه الاصابة بشكل تام ويصبح او يصبح لائق للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي عشان ما يبقاش عنده قلق ان الاصابة تعوده مرة اخرى لان كان ممكن الاصابة تعود تاني لو ما كانش عمل تدخل جراحي المفروض العملية هتبقى بكرة ان شاء الله نتمنى له الشفاء هيغيب تقريبا كده شهرين يعني بدل ما هيبقى شهر خلاص هيبقى شهرين طالما هيبقى فيه تدخل جراحي بالنسبة لناصر ماهر العيب مهم ونتمنى له العودة سريعا باذن الله